اشتركوا في القناة لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَرَّمَ الْرِبَى لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره وصار على نهجه إلى يوم الدين ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن بيّنها الأمثلة بيّن نوع المنفق طيب الآن تكلمنا عن النفقة وأجرها قال الله عز وجل تحدث سبحانه عن المنفق منه قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من الطيب ومما أخرجنا لكم من الأرض طبعا الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض كأن الآية تحدثت عن الزرع وعن التجارة أين الماشية الغالب طبعا في أهل مكة والأنصار أنهم كانوا يا زراع الأنصار يا تجار أهل مكة المهاجرين نعم هذا الغالب أهل الماشية قليل نعم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا وإن كان جاء في بيانها أيضا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث التيمم معناته تيمم قصد ولا تيمموا الخبيث منه يعني كأن تأخذون بس منها الخبيث ولا تيمموا تقصدوه والله عاد لو ما قصدته وما علمت عنه الأمر سهل لكن هذا المال الذي عندك تجمع الخبيث ثم تقصد تأخذ منه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون منه تنفقون قال الله سبحانه وتعالى طيب ولستم بآخذيه لو أنك مكان هذا الفقير هل ستأخذه ولستم بآخذيه وإذا كنت بالطرق قد تأخذه لكن على إغماض فيه يعني ما سأفعله ما في غيره بعضنا إذا أراد يتبرع بملابس يتبرع بشيء حتى يكون ما يقبل يعني يتبرع بأشياء لا في مأكول ولا في مشروب إذا الأكل أوشك على الانتهاء أو انتهى أو الملبوس انتهى قرب من التلف تعمد جمعوا جمعوا هذا جمعوا الشين حتى يصرح به الشين أعطونا أن تصدق به ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وطبعا هذا المشكل إذا كان أيضا في الزكاة لا من الأواسط لا من الغني لا من العالي ولا من ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه أنتم لن تأخذوه ولو احتجته لكن لو احتجته ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني غني حميد غني هل يناسب ولذلك الله سبحانه وتعالى يركب بهتين الصفتين أنه يحمد الله سبحانه وتعالى لمن التزم ولم ينفق هذا الردي ثم قال سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء والحكمة الصحيح هنا معناها وابع الشيء في موضع لكن من أهمها النفقة قبلها نعم نسينا الشيطان 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 يعيدكم الفقر الشيطان كثير من الناس فعلا مما يثبط في النفقة أن الشيطان يخوف بالفقر يقول ستفتقر ها مع أن الرزق في السماء في السماء رزقكم وما توعدونه فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون يقول أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع هذه الآية تقرأ وفي السماء رزقكم فأخذ ناقته وذبحها ثم جاء في العام قابل فسمع النبي يقرأ فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون فقال هذا العرابي من أغضب الإله حتى حلف يقول لهم مصدقين أنا ذبحت ناقتي مصدق فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون إذن ينبغي الإنسان الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والفحشاء منعناها البخل هنا صحيح أن البخل البخل داء وينبغي لأهل الصلاح والخير أن يتخلصوا منه ويحذروا منه كل الحذر الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مخفرة منه وفضل فينبغي العبد النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا يؤمر قالوا شاورون أن يؤمر فلان أو فلان لكن فلان فيه شجاع وكذا لكنه بخيل قبل أن يسمع الآخر قال أول وهل هناك داء أدوء من البخل ما يصلح أمير أمير بخيل ما تجي قال أمر فلان قالوا ما يسمع الصبات الأخرة ولو أنه شجاع ولذلك سماه فحشاء الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مخفرة منه وفضل وفضل الله واسع مخفرة الذنوب وفضل من المال هذا وعد الشيطان وهذا وعد الرحمن ولذلك إذا جاك الشيطان يخوفك تذكر وعد الله مقابل هذا الوعد ومن أصدق من الله قيله الله الله يعيدك الشيطان يعيدك والله يعيدك مغفرة وفضل وفضل مال أيضا والذي يعيدك واسع وعليم سبحانه ثم قال يؤتي الحكمة من يشاء وقلت لكم طبعا عندنا تفسير بالسياق وتفسير بالعموم فلو جئنا نأخذها بسياقها لقلنا أن سياق الحكمة هنا وترى بعض الحيان تفسير بالسياق نقول بعض الحيان مثل ما يقال قاعدة العبرة بعموم السبب نقول العبرة بعموم السياق لا بخصوص السياق مثل ما أننا نقول قاعدة العبرة بعموم لا بخصوصه ولا لا وقد يكون أيضا العبرة بعموم السياق لكن سياقه الحكمة هنا في مسألة النفق يؤتي الحكمة من يشاء سواء في تأمل هذه الأمثال والنظر فيها أو في وضع المال بموضعي كما قلت لكم في أول آيات النفقة يسألونك ماذا ينفقون فأشار إلى المصرف وسيأتينا الحديث عن المصرف الآن الآيات بعد أن تكلمت عن المصرف سيأتي للحديث عن مكان الصرف قال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات وهنا أيضا آداب لأن قال منع من الرياء ومنع من المن فأيضا قال إن تبدو الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء لاحظوا لما جاء مع الفقراء قال تخفوها لأن هناك صدقات تحتاج إلى العلن لكن هذا الفقير بعينه الأولى أن يكون الإعطاء له سر ويا إخوان يقول بعض المفسرين في الدراسات الحديثة أو الدراسات النفسية الحديثة ثبت عند المتخصصين في هذه الدراسات أن كثير من من يعطون يحقدون على المعطي تجد مثل المثل يقول الشتقي شر من أحسنت إليه ويظهر فيه هذا والله أعلم كما ذكر بعضهم فسرين لأن هؤلاء الذين يعطون سواء أعطوا شفاعة أو أعطوا مال أعطوها وهم لم يتأدبوا بآداب القرآن وإلا لو تأدبوا بآداب القرآن ما حصل هذا الحنق والضيق عند أولئك الفقراء لأنها تبعها منه وأذى وتحقيب لكن تخيلوا أن هذا الفقير أخذها بخفية وهذا المعطي لم يرى أي تفضل وفضل عليه ها كيف هذه الأداب يا أخوان نطبقها في عالم النفقة وعالم الإحسان للفقراء ترى مجتمع نظيف لا من جهة الغني ولا من جهة الفقير لكن بعض أو كثير من الأغنياء يرى نفسها أعطيت وفعلت ما أعطيتني ولذلك بعض العامة عندهم من الفقه إذا جاء يعطي الزكاة تجدين يقول هذا من حق الله ما لي ما لي دخل فيه وبعضهم يحرصوا على إخفائها غاية الحرص ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن تبدو الصدقات يعني أن المناد في بعض الصدقات تحتاج إلى إعلان مشاريع خيرية كبيرة بناء مساجد فنعمه لكن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء لما يكون المقام مقام يخشى عليه من الإذلال هذا الفقير فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ثم قال سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم يعني يقول الله سبحانه وتعالى طبعا ليس عليك هداهم في عموم السياق في العموم وفي الخصوص في أمر في أمر النفقة في خصوص النفقة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ثم قال سبحانه وتعالى وما تنفق من خير بيان أن هذا المنفق إنما هو خير لك أنت فالمنة لله عز وجل يقال أن أحد التابعين جاءت امرأة فقالت يا أبا أسامة ندي إني أريد أن أخرج من المال لكن لا أريد أن أخرجه لفلان أخشى أن فلان وفلان يأكلوه فقال لقد منيت وآديت قبل أن تعطيه يعني أنت بدأت الآن بالمن يعني أن تقول أنهم يأكلون قال لقد بننت وآذيت قبل أن تعطيه فين بغي للإنسان أن يلاحظ مثل هذه الأداب وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفق من خير يوفى إليكم يعني أن كما قلنا أنه يضاعف وفي قوله سبحانه وتعالى في المثل عندما قال مثل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل خدمة الآية بقوله ما وقفنا عليها والله واسع عليم نسينا النقف مع هذا الختام استوقفتني هذه الآية وذكرتني بهذا ذاك الختام ما مناسبة واسع عليم في الختام مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل نعم واسع الفضل لأن بعض الناس قد يرد عليه شيء إيراد يقول الله سبحانه وتعالى ضرب مثل بالحبة والحبة أنبتت سبع سنابل وفي كل سنبولة ما تحبة ويضاعف اللي يبدأ يحسب بهذه الحسابات ها نقول لا تراك مخطئ تتعامل مع الأكريم الأكرم اقرأ وربك الأكرم حتى في الحسنات يا أخوان بعض الناس يجي يسأل ها ما لي من الحسنات وما كذا ولذلك بعض يعني أنت تعامل مع الكريم سبحانه مع الرحيم سبحانه ولذلك في شأن النفقة قد يضيق بعض الناس في تصورها لكن الله عز وجل ذكر أن هذه وبالمناسبة قالوا أهل العلم إن مسائل النفقات المضاعفة فيها مثل الصبر يعني عندنا في الأفعال في الإسلام الصبر والصيام والصدقة الحسن لا يبعي عشرة مثالها مضاعفة أكثر الصبر ما لحد ها إنما يوفى الصابرون أجرهم ما في حساب كم الحساب بعد لا تسأل عن كم مع الكريم سبحانه ها والصيام لله وهو يجذيبه وهذه مضاعفة أكثر من مضاعفة إذن غير الصلاة ها غير الحج فهذه العبادة عبادة الإنفاق إذا التزم العب كاله هذه الشروط واتقى الله عز وجل وما من وجد أن الله المنه لله سبحانه وتعالى يجد بل يا إخوان يقول ابن القيم رحمه الله من أسباب شراح الصدر النفقة اللي منكم بضايق صدره ويجد يروح ينفق ويبحث عن الفقراء بحر وخاصة الفقراء اللي مالك الصلة بهم ولا يعرفونك بل ما شاء الله تجد حقيقة صور مشرقة لبعض لبعض التجار والفضلاء أجد في بعض الأحياء الفقيرة وقد رأيت بعضهم يدخل مع سيارته ومعها ينفق ووضع اللثام على وجهه ما يريد أحد يعرفه يمكن يوكل غيره لكن أراد أن يتمتع بهذه النفقة وهذا العطاء وخاصة أنه لا يعرف من هو إذن وما تنفقوا من خير يوفى إليكم ثم قال سبحانه وتعالى للفقراء خاص هؤلاء بخصيصة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء وكان وهؤلاء آدوا أعلى يعني هنا ذكر أصناف المنفق عليهم قبل قليل كان الحديث عن النفقة واللي قبل كان مثال لأجر النفقة وأداب النفقة ثم بعد ذلك بعد آداب النفقة ذكر المنفق منه ثم المنفق عليه المنفق منه المنفق عليه قصدي قال الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضرب أحصروا أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء الله أكبر يا أخوان حتى هذه فيه مدح يعني مدحة أو أمر الأغنياء بآداب وأمر الفقراء بآداب قال الله عز وجل في وصفهم يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف وعلامتهم لا يسألون الناس إلحافة السؤال مرة وحدة ترى هل يسألك مرة وحدة ويترك بعض الناس يقول لي لو كان محتاج يسألني مرة آخر هذا هو اللي يبحث عنه لا يسألون لا يترددون يكثرون السؤال وأيضا لباسهم هيئتهم يتعففون في لباسهم وفي هيئتهم ما هم يبالغون قد يكون عندهم يبالغون في إظهار الفقر الفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم أهل الإيمان يعني أنهم يجاهدون ربطوا نفسهم للجهات جعلوا نفسهم للجهات في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض ما عندهم مقت الفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله سواء مثل الذين حصلوا أيضا عن الهجرة ومثل الذين حصلوا وجعلوا فقط للجهات أحصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض وأيضا قد يكون ما عندهم القدرة على الضرب في الأرض أيضا بعض الناس قد لا يكون عنده قدرة في التكسب ما كل الناس ترى يستطيع أن يبيع ويشتري فبعض الناس عنده عجز في هذا الباب لكن يحسبهم الجاه الأغنياء من تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة لا يتعرضون للناس ولا يلحون فهذه من علاماتهم ثم قال سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير قلنا أيضا نفس ما قلناه قال وما تنفقوا أنا رحبا لي وما تنفقوا من خير هناك في قولة وما تفعلوا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم يعني أي خير صغر هذا الخير قل هذا الخير كأن الآية تشير حتى إلى أن كل ينفق ويدقق وينظر ثم قال سبحانه وتعالى ختاما لهذه الآية الذين ينفقون أموالهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار هذهك آداب وهذه أوقات أوقات وسبحان الله ما في التكرار الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية الليل يوافق السر طبعا والنهار يوافق العلانية تقابل ولذلك أيضا يجعل كل واحد مننا له في أعماله الصالحة صدقة يخفيها سبعة يظلهم الله في ظله يوم ما لا ظل رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى أعطون الحديث لا تعلم هو ينفق باليمين ولا بالشمال إذن الجاهلة في الشمال لا أحد ينفق بالشمال حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين من شدة خفاء أعضاءها ما تذيعان من شدة الخفاء بل الذين انطبقت عليهم الصخرة كل واحد يدعو بصالح عمله فمن ضمنهم من أخفى عمله أخفى هذا المال لكن أعود إلى الذين يظلهم الله في ظله يوم ما لا ظل إلاه ومنهم هذا المتصدق يعني معقول الذي تصدق لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعادل الإمام العادل نعم يعادل الإمام العادل لأنه قام في قلبه من تعظيم الله أن الله يراه فأخفى هذه الصدقة إخفاءاً حتى أن بعض أجزاء لا يعلم بما أنفق إذن ينفقون في سبيل الله ينفقون أموالهم بالليل والنهار في الأوقات كل الأوقات ما بقي وقت وعلى هيئات مختلفة سر وعلانية قال سبحانه وتعالى الذين يفعلون فلهم بخلاف أولئك الذين تأدوا لهم أجرهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون وقلنا فرق بين ثم و أن ثم ترتيب يعني ثم لا يتبعون يعني لا في العاجل لأن بعض الناس قد لا يمن أول الوقت لكن بعدين يمن يعني والتراخي يعني إذا عُتب الإنسان على ما تراخ فمن باب أولى يعاتب على ما كان قبل التراخ واضح نعم إذن يقول الله سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل سر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجرهم عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصرفاته العلاء أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعوا أحسنه وممن أراد الله بهم خيرا ففقههم في دينه وفي مقولة جميلة لشيخ الإسلام من تيمية عند هذا الحديث يقول الحديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين قال ومقتضى ذا هذا الحديث أن من لم يريد الله به خيرا لم يفقه في الدين اللي يريده بالخير يفقه ومقتضى اللي ما يريده بالخير ما يفقه فنسأل الله يجعلنا ممن فقه في دين الله وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر